السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في نشرة أخبار الكوت تواصل الحكومة جهودها للوصول بالإنتاج النفطي للبلاد لأربعة ملايين برميل يوميا وهي سراتيجية لا تزال قائمة رغم انخفاض أسعار البترول العالمية التي أكد وزير النفط أنها لن تؤثر على المشاريع النفطية للبلاد وفيما تسعى الحكومة لزيادة الإنتاج النفطي أكدت مؤسسة البترول إجراءها مفاوضات مبدئية مع العراق وإيران لإستجلاب الغاز الطبيعي منهما لحاجة الدولة للغاز لمحطات الكهرباء كما أكدت الحكومة مضيها قدما نافية المشارع الخاصة بالتنمية لا سيما المتعلقة بالتعليم والصحة والتي داشنا سمو رئيس الوزراء اليوم واحدا من أكبر مشاريعها المتمثل بمستشفى الرازي الجديد الذي بلغت تكلفة إنشائه 31 مليون دينار سمو رئيس الوزراء ترأس اليوم أيضا اجتماعا للحكومة حثى خلاله سموه أعضاء الحكومة وقياديي الجزة الحكومية لسرعة تقديم كشف الذمة المالية للهيئة العامة لمكافحة الفساد ترجمة نانسي قنقر